استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة أريدو للاتصالات الشيخ سعود بن ناصر الثاني والمدير العام ورئيس التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عبد الله الثاني والسادة أعضاء مجلس الإدارة كما استقبل سموه رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر والسادة أعضاء المجلس وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع لمجلس الأمناء بدولة الكويت يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة عدد من البنود أبرز نظر معاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين ومشروع قانون واقتراح بقانون حول تعديل قانون محكمة الأسرة يستقبل البابا فرانسيس الاثنين رجب طيب إردوغان في زيارة هي الأولى لرئيس تركي منذ تسعة وخمسين عاما وتأتي في وقت تشن تركيا هجوما عسكريا ضد الأكراد في شمال سوريا أكد صلاح عبد السلام العضو الوحيد على قيد الحياة في المجموعات الجهادية التي نفذت هجمات باريس في الثالث عشر من تشرين الثاني 2015 في بداية محاكمته في بريكسل في قضية أخرى الأثنين أنه يرفض الرد على الأسئلة كما قال صحفيون من وكالة فرانس برس للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة